أصدرت المحكمة الإسرائيلية هذا الأسبوع قراراً بإغلاق باب الرحمة استجابة لطلب الشرطة نتحدث عن آخر المستجدات بهذا الشأن مع السيد حاتم عبدالقادر عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس مرحباً بك مرحباً بكم أولاً ما هي هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية وما هو تعليقكم عليه يعني أولاً بالنسبة لنا لا قيمة قانونية أو عملية لهذا القرار نحن نؤكد بأنه لا ولاية ولا أي صلاحية المحكم الإسرائيلية فيما يتعلق بالمجل الأقصى المبارك والحرام القدسي الشريف باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المجل الأقصى المبارك لبلغ مساحاته 144 دنوم وهو تحت ولاية الأوقاف الإسلامية ولا شأن للإسرائيليين به نحن نعتبر أن هذا القرار هو نوع من التدخل غير القانوني ومناقض للقانون الدولي على اعتبار أن كل أراضي الفلسطينية ليس فقط المجل الأقصى والقدس كل أراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة ولا يسري عليها القانون الإسرائيلي الإدارة الحصرية للمجل الأقصى المبارك هي بيد مجلس الأوقاف استناداً إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدية القدس هناك اتفاقات سياسية تتأكد على الوصاية الهاشمية وهذه طبعاً تمنع أي تدخل إسرائيلي يعني سواء كان تدخلاً شرطياً أو تدخلاً قانونياً في شؤون مجل الأقصى المبارك ولذلك نحن لن نعتبر بهذا القرار ولن نتقيد به ونعتبره باطل ونحن مصرون على مواصلة فتح مبنى مصلى باب الرحمة والمباشرة بترميمه لكن ما الذي يعنيه هذا القرار على أرض الواقع مثلاً من حيث ردود الشرطة تجاه الناس الذين سيدخلون لمصلى باب الرحمة لأداء الصلوات هل هناك تخوف من انفجار مثلاً؟ يعني أنا أعتقد أن هذا القرار مسيس يعني هذا قرار سياسي يأتي في وقت تشتد به الحملات الانتخابية الإسرائيلية يأتي في وقت يتصارع فيه اليمين الصهيوني مع اليمين الديني من أجل فرض أمر وقع جديد داخل مجلس الأقصى المبارك لإعتبرات انتخابية المحكمة بالتأكيد أعطت الشرطة صلاحية بإغلاق مبنى باب الرحمة الآن هو الكرة في ملعب الشرطة الإسرائيلية نحن حذرنا الشرطة الإسرائيلية من أن إغلاق هذا المبنى بالقوة ستكون هناك يعني له تدعيات خطيرة وبالتالي المقدسيون قادرون على الدفاع عن مقدساتهم ولذلك نأمل أن لا تتصرف الشرطة بشكل عبثي لأنه أعتقد أن القضية أصبحت عبارة عن قم لموقوته إذا عبثت بها الشرطة الإسرائيلية سيكون هناك انفجار هذا الانفجار لن يكون تحت السيطرة وسوف يمتد إلى مناطق أخرى قالت المحكمة في قرارها بأن إغلاق باب الرحمة سيكون مؤقتاً لستين يوماً لماذا تحديداً ستين يوماً وماذا يعني بأن هذا القرار مؤقت؟ يعني المحكمة أعطت ستين يوم على أن تقوم الأوقاف بالرد على على القضية المقامة من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية وهذه ليست أول مرة يعني يعني هات القضية لها حوالي يعني حوالي 21 يوم عندما قدم المفتش العام للشرطة قضية ضد الأوقاف من أجل الإغلاق المحكمة أعطتنا أسبوع للرد نحن لم نرد لأننا لا نعترف بصلاحية هذه المحكمة مددت أسبوع آخر أيضاً الأوقاف لم ترد الآن أعطتنا ستين يوم من أجل الرد أيضاً نحن لن نرد لأنه الرد من قبل الأوقاف على قرار المحكمة يعني الاعتراف بسيادة وصلاحية وولاية القضاء الإسرائيل على المجل الأقصى المبارك ولذلك هم يحاولون جرنا إلى القضاء الإسرائيلي من أجل إحداث سابقة يعني بولاية القضاء الإسرائيل على المجل الأقصى المبارك ولذلك يعني هذا عبارة عن فخ نحن لن نقع فيه بأي شكل من الأشكال هناك حديث خاصة في الإعلام الإسرائيلي عن مفاوضات تجري بين المملكة الأردنية وبين السلطات الإسرائيلية ضعنا في الصورة ما هي آخر المستجدات بهذا الشأن؟ يعني أولاً إسرائيليون حاولوا التفاوض معنا كمجلس أوقاف وحاولوا فتح قنوات اتصال معنا نحن أكدنا أن صاحب الولاية وصاحب الوصاية هي الأردن وأي مفاوضات أو اتصالات سياسية يجب أن تكون مع صاحب الوصاية ولذلك كانت هناك فعلاً اتصالات مع الجنب الأردني على المستوى السياسي هذه الاتصالات لم تتمخض حتى الآن عن أي تفاهمات قيل أن هناك بعض التفاهمات حول هذا الموضوع ولكن أنا أعتقد أنه لا يوجد أي تفاهمات حول هذا الموضوع وقد يكون قرار المحكمة المؤقت هو إعطاء مزيد من الوقت للجهود السياسية من أجل إنجاز حل لهذه القضية ولكن ما يهمنا نحن أنه أي تفاهمات يجب أن ترتكز على حقنا في استمرار ومواصلة فتح المبنى والمباشرة في ترميمه الآن إسرائيليون يعني عندهم أي مانع بالترميم ولكن يشترتون علينا أجندة هي ماذا سوف نفعل بالمبنى بعد الترميم يعني كيف يمكن إشغال المبنى بعد الترميم هم لا يردونه مصلة يردونه شيء آخر نحن نقول أنه إحنا من حق مجلس الأوقاف أن يقرر كيفية إشغال هذا المبنى بعد الترميم دون تدخل من الشرطة الإسرائيلية ليس بالضرورة أن يكون مصلة لأنه أصلا لم يكن مصلة في السابق يعني هذا المبنى كان مكاتب تم إغلاقها وقبل المكاتب كان كرسي للإمام الغزالي ولذلك هو لم يكن مصلة ولكن نحن نعتبر أن كل مجلس أقصى مصلة 144 دونهم يعني حيثما الواحد وجه يعني ذات وجهه بصلي وهم يردون فرض أجندة معينة أن نقول لهم سلفا ماذا يمكن أن نفعل نحن لن نقول سلفا نحن نقول أن نرمم يعني هذا لأنك مبنى بعد الترميم مجلس الأوقاف يبحث ما هي الحاجة الملحة لإشغال هذا المبنى ونشغله ممكن يكون محكمة شرعية ممكن يكون مقار لمجلس الأوقاف ممكن يكون للجوازات ممكن يكون عند ذات مكتبة كرسي للإمام الغزالي هذا يحدد دون مجلس الأوقاف وليس الشرطة الإسرائيلية سيد دايا حاتم عبدالقادر شكرا لك شكرا لكم